استقيموا للصلاة في الركعة الاولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من السجود الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المعبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونوسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه ولا يحيا قد أثلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها ذلك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه اليومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طهام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه اليومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيهم بسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا لمن حميده 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 وعليكم ورحمة الله